انشقاقات داخلية في الحكومة وغضب شعبي صب في شوارع إسرائيل محركها الأساسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما دعا إليه من تعديلات على النظام القضائي في البلاد خط الأزمة بدأ بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في يناير 2023 بالتزامن مع فصل المحكمة العليا حلف نتنياهو من منصبه كوزير للداخلية على خلفية قضايا فساد وتهرب ضريبي ليكشف وزير العدل في الحكومة الجديدة آنذاك عن خطة إجراء تعديلات على النظام القضائي خطة أثارت غضب آلاف الإسرائيليين كونها تمنح الكنيسة سلطة أكبر على حساب القضاء كتعيين القضاط وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية وتمهد الطريقة لنتنياهو وغيره من المسؤولين للحصول على الحصانة التامة احتجاجات لم تظهر بالصبغة التقليدية بين يمين ويسار بل أغلبية ضد ما سمي الانقلاب على نظام القضاء الغضب الشعبي المستمر تزامن مع تحذيرات الرئيس الإسرائيلي من الانهيار القانوني والاجتماعي في البلاد بينما ازدادت حرارة النقاش تحت قبة البرلمان ولربما كي لا يصب نتنياهو الزيت على النار أرجاء التصديق على تلك الإجراءات حتى أبريل القادم إلا أن انتقادات وزير الدفاع جالانت والشرخ الذي خلقه داخل الحكومة بالاعتراض على التعديلات كانت السبب في إقالته من قبل نتنياهو ليكون الشرارة ثانية تزيد من حرارة المظاهرات الرافضة في إسرائيل ويصل الانقسام إلى منظومة الجيش أيضا فمئات الضباط رفضوا الالتحاق بوحداتهم المعارضة الإسرائيلية حاولت الدخول في الثغرة بين حكومة نتنياهو مطالبة بحجب الثقة عنها لكن الحكومة نجت من الاقتراح إلا أن التصعيد الآخر كان مطالبا بحل الكنيسة إيفا عمر العربية